فهد اللحظة انه وحشي سأل النبي قال له يا محمد قال له في دينكم القتل بالقتل واذا تقتلوني؟ قال له لا قال له واذا بلبت نسلم واذا ربكم يعني اغفر لي فهد اللحظة بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتق عن الهوى فهنا نزل وحي الوحي الأمين ونزلت آية تقول قول يا عبادي الذين أصرفوا لأنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهناك الشياطير المشي دي المعيدة ديالاش ديالتعذيب حجامة طبيعي الحال يموت فيها نصف الجين ثم السفراء لتنظيف المعيدة والقولون لأنه المعيدة بيت الداء ثم نأتي إلى أسريب القتل معروفة جدا نضعوا الأمريض يعني بعد أنه كانت تأكدوا من أنه لا يعانم أمراض أو أي شيء كانوا عبروا التوصيون والدن كانوا في المسبح المسبح بلاستيكي هنا في القاعة ثم نضعوا عليه أكياس الثلج الثلج وقعه قوي جدا على الشياطين إنها مخلوقات من النار فيقتل الشياطين فضل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى أهل وأصحابي الطيبين الطاهرين والتابعين بإحسن إلى يوم الدين السلام عليكم حضرته وبركاته أول شيء أقدم نفسي أنا الراقي المغربي أبو رشيد في مجال الرقية الشرعية منذ 15 سنة فضل الله سبحانه وتعالى مشواري في الرقية بدأ في السن 25 أو 26 سنة أنا الآن سن 42 فضل الله سبحانه وتعالى كيف جئت إلى الرقية فمنذ الصغر وأنا أحب وأميل إلى وصول الفقه والسنة والقرآن والبحث فكنت أجد وقتي وحبي وراحتي في الأمور الدينية سبحان الله تلقائي نفسي فكما تعلمون أن الإنسان ممكن أن تعارض للسحر في أي وقت فتعارض للسحر أصحار قوية جدا وأنا صغير أصحار مأكولة وأصحار المقابر السحر الأسود السحر المرشوش أنا وأسرتي وبسبب السحر قدر وماشي أفعل يعني فقدت الأب رحمه الله وفقدت أنا صغير في السن فقدت أخ في سن الشباب في ذلك الوقت كان سنه سبع عشر سنة وفقدت أخ كبير كذلك يعني ثلاث النفوس فقدناهم بسحر الموت واحدة والأسباب وتختلف إنما قدر الله ما شاء أفعل فحسيت أنه أنا الهدف هدف يعني من صحار الإنس والجين فعني رقيت نفسي أنه كان شهد في البرامج الإلاجية وبدأت تأتيني في عقلي أن الله سبحانه وتعالى يعني يريدك أن تجاهد أنت بنفسك فكنت أقرأ أحاديث نبوية والنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يوصي لغير ذلك وعرفت بأنه الأصل في السنة أن الإنسان يرقي نفسه بنفسه فالله سبحانه وتعالى جزاني على تعبي وشفيته بفضل الله سبحانه وتعالى وتخلصته من كل العوارض والأسحار فتلك المعاناة التي عانيتها يعني أعلمه جيدا قدر المعاناة أو كيف ما كنقوله إحنا بدرجة ما كيحس بالدرويش غير الدرويش بحاله فمثل الكثير من الناس كين بزرد الناس بحالي وكين بزرد الناس يعني ما عارفون كيف شدر يعالجوا نفسهم مع أنه الآن نعيش في زمن صعب جدا أنه نلقي ناس مخلصين في هذا الميدان وهذه مهنة شريفة الروق الشرعية ليس الأمر بالسهل فقررت أن أمتهن هذه المهنة وأبحث أكثر فأكثر فأكثر حتى أساعد الناس بفضل الله سبحانه وتعالى وصخرت ما بقي لي من حياتي في خدمة الدين وخدمة المسلمين فيما يخص العلاج والبرامج العلاجية من بين الدورات أو الفرماسة والتكوين ديالي أنه يعني فضل الله سبحانه وتعالى يعني دست تقربا ثلاث سنوات في الملكة العربية السعودية وثم كذلك في مصر فضل الله سبحانه وتعالى وفي مكنس كذلك أنا منطقتي هنا كانت البداية ديالي والحمد لله مرات السنين والأعوام وهنا نحن الآن أنا الآن هو بشكل صفة عام مفروقة منذ 15 سنة وإنما على واسائل التواصل الاجتماعي فقط هذه سنتين أو ثلاث سنوات يعني قالوا للناس اودي يعني علاج بأنك ما تدرش مثلا القناة إلى غير ذلك حتى تعرف الناس هذا العلم يبحثون الناس كي الناس محتاجين لك فمنذ تقربا ثلاث سنوات وأنا على ميدان الرقية في وصائل التواصل الشمال فيسبوك واليوتيوب طريقتي أنا في العلاج أول شيء طريقتي مختلفة تماما أو ربما أقول لك 180 درجة على طريقة بعض الرقات في خلال بحثي في ما يخص عالم الجن والشياطين والأسحار اكتشفت فضل الله سبحانه وتعالى أنه حتى الجن فيهم لمظلوم حتى الجن ماشي كلهم شياطين الجن درجات كين جني كين شيطان كين مارد كين عفريت إلى غير ذلك فالجن أصله له سلف صالح الجن له سلف صالح وهذا ورد في الأحاديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج مع نفر من الجن يوريهم طعامهم وشربهم ودوابهم إلى غير ذلك فالجن ربما فيهم المظلوم وحتى الجن لهم حتى أنه قاسي يعني يقول لك أنه يكره الإنسي يكرهه لأنه إبليس غلف على قلوبهم وإنما فيه نقطة خير فأنا كنحاول نبحث عليك نقطة في داخل قلبه أو في داخل ذلك الجن الغامضة في ذلك الجن فطريقتي في الإلاج أول شيء تعطي الموعدة فضل الله سبحانه وتعالى للموعدة الحسنة ذلك الجن توعيه كتقول لي بأنه الله سبحانه وتعالى موجود وأنك أنت ظالم الله حرم الظلم إلى غير ذلك وهذا مصير الظالمين وهذا إقاب الظالمين في الدنيا الأخيرة تعطيه الموعدة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنك تقيم علي الحجة أمام الله الله سبحانه وتعالى من يهدي وإنما أنت تقيم الحجة عليه لماذا؟ فربما أنك تقرأ على آية الحرق وآية الموت يموت فالله سبحانه وتعالى يحاسبك عليه يقول لك لماذا أنك حرقته وقتلته لماذا؟ لابد أن تقيم على الحجة أمام الله والإسلام ما جاش بالعلف لا يكره في الدين الإسلام جاء تدريجيا تدريجيا الله سبحانه وتعالى قادر أنه يخلق السماوة الأرض بلا إله إلا الله يعني ما يكون تكافر كلنا نكون مسلمين بحل ملائكة وإنما الله سبحانه وتعالى مدى أنه خلق الدنيا إلا فيها الصالح والطالح إنسان وجنة بحلهم فيهم الطيبين فيهم الخبيثين فيهم منافقين فيهم المسونين فيهم المجوس فيهم الجاهل وهذا وقع معي في حال كثرة قل لي من هو الله أنا ما عارفش أنا غيشتوني جابوني وضعوني في هذا البدن قيادوني بسلاسل خفت أنا كنخدم السحر شنو والله من والله شنو الإسلام قول لي هذا كما سمعت بالآن حتى هذا الجيني هو مسلم يقول لك ساعدني نخرج فطريقتي في العلاج هو أنه دائما كمشي بالموعدة تعطيه الموعدة بالقرآن والأحاديث والحجة والبرهان حتى يعرف أن الدين على الإسلام هناك من يهديه الله سبحانه وتعالى والله والهدي هناك من له هناك حربك بعقيدة يقول لك أنا لا أسلم بالله لا أؤمن فهنا كانوا ندخلوا في حرب مع هؤلاء الصنف من الشياطين طريقتي في العلاج كان بدأوا بما ورد عن السنة وهو الحجامة النبوية هذه المنبر أعطيها لكل الناس وأصيبها الكبير والصغير هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم الحجامة هي أول شيء لابد أن يركز عليه المريض سواء أنه يعالج نفسه أو يتعالج شراقي الحجامة النبوية ليست أي حجامة عند مثلا ممرض أو عند طبيب غيرنا فيها الحجامة النبوية عن أخصائيين الذين لهم علم مناطق تمركز الجني الحجامة لم يقدر في الجسد كامل في غيها ككل لأن الحجامة الوقائية حجامة وقائية كيف يقدر إدراء أي واحد مثلا نساء تدير عند فرملي وقائية أنك تنفس الجسد كتخرج في العقد وإنما هناك الحجامة العلاجية هذه المهمة جدا لابد أن نضع الكؤوس في منطقة تمركز الجني أو العقد لأن الشياطين تتقوى بالعقد والحصون هو لا شيء يعني الجنيرا لا شيء وإنما يتقوى بالحصون والعقد فلابد أن نخرج العقد فطريقتين في العلاج نبدأ بالموعدة يعني أعيد لك الجني أعيد المرة الأولى والثانية والثالثة إن شاء الله حتى يعرف بأنه أنا ظالم وعرف بأنه كان جنة وكان جهنام أن الله سبحانه وتعالى يمهي له أن الله في نفس المقصر الرحيم إذا أرض أن يتوب وهذا عشنا في القصص التي ذكت في القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما وحشي قتل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به بالنبي إلى المسجد فسأله قال له أنا بعجالة قال له أني أحكي لك فقتلت عمي فالطريقة التي كان يحكي بها حتى أن الصحابة الذين كانوا جالسين أشهروا صيوفهم تأتروا تأتروا كبير جدا تأتروا ضوض رب وحشي وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فقط بكى فقط بكى فهد اللحظة أنه وحشي سأل النبي قال له يا محمد قال له في دينكم القتل بالقتل واذا تقتلوني؟ قال له لا قال له واذا بلبدت نسلم واذا ربكم يعني يغفر لي فهذه اللحظة بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتق عن الهوى فهنا نزل وحي الوحي الأمين ونزلت آية تقول قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقرأ طم الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحان الله قتل عام النبي صلى الله عليه وسلم رمشي إنسان هذه ذكر عام النبي وأبعدها شنوقع أنه أسلم وحشي وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح وحشي قائد جويش لمسلمين ومات شهيد أجمل من شهادة لو كان مثلا بلال أو أحد الصحابة قتله كلها ما نزربوش إسلام جاء بالله فالعلاج يكون هكذا الموعدة القرآن إلا غير ذلك كنوعهم وهناك الشياطين المشي دي الموعدة ديالاج ديالتعذيب حجامة طبيعي الحال يموت فيها نصف الجين ثم الاستفراغ لتنظيف المعدة والقولون لأنه المعدة بيت الداء ثم نأتي إلى أسريب القتل معروفة جدا نضعوا الأمريض يعني مبعد أنه كان نتأكدوا من أنه لا يعانم أمراض أو أي شيء كان نعبره التنسون كان عبره الدم دياله كان ندوله في المسبح ثم نضعوا عليه أكيس الثلج الثلج وقعه قوي جدا على الشياطين هنا مخلوقات من النار فيقتل الشياطين فضل الله سبحانه وتعالى نضعوا أكيس الثلج ثم يكون هنا مثلا زمزم بقي ما تكون معنا هذا زمزم فضل الله سبحانه وتعالى يكون موجود ثم نبدأ في آيات إن شاء الله بإبن الله فيها إبطال السحر تفجير الحصون تفجير العقد إلى غير ذلك حتى كان طيب ومزيان ثم نأتي إلى مرحلة أخيرة نصب عليه زمزم من هنا فزمزم فيه طاقة ربانية سبحان الله يقتل الشياطين هذه طريقتي في الإنش